سنتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية لنستكشف كيفية تأثير الأديان في حياة البشر وكيف يؤثر الإنسان بدوره في تشكيل تجاربه الروحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين نسعد بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم الإنسان والأديان والذي تجدد بعناوينه وموضوعاته وفي هذه الحلقة الأخيرة سنتناول موضوع الأديان وأثرها في البناء الحضاري ولا شك بأن الحديث عن دور الأديان في بناء الحضارة البشرية حديث ذو شجون ولقد شهدت الحياة البشرية حضارات متعددة لكل منها ميزاتها وخصائصها التي أفصحت عنها الكشوف الأثرية ومن أهم الحضارات التي مرت عبر التاريخ الحضارة الصينية والمصرية والبابلية والرومانية والفارسية والحضارة الإسلامية والتي تعد بلا شك من أكبر الحضارات في تاريخ الإنسان ومن أكثرها اهتماما بالعلم والفلسفة والأدب والفنون وهي الأساس الذي قامت عليه حركة النهضة الأوروبية ووضع العشرات من العلماء الموسوعات والكتب والتي رصدت ولا زالت ترصد ما قدمته الحضارة الإسلامية من خدمات جليلة إلى المجتمعات البشرية في المجالات المختلفة من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ولقد انفردت الحضارة الإسلامية عن بقية الحضارات بارتكازها على الأساس الديني والأخلاقي والعقائدي واستطاعت أن تحقق المقاصد التي لأجلها خلق الله الإنسان من عبادة وخلافة وعمارة ولم يعرف العالم حضارة قامت على أسس دينية غيرها وبناء على ذلك فهل يمكن الحديث عن حضارة يهودية أو حضارة مسيحية تم بناؤهما على أسس دينية هذا كله ما سوف نعرفه من خلال حوار مع الدكتور على هيلات دكتور كيف الحال دكتور علي؟ حياكم الله نحن الآن طبعا وصلنا إلى نهاية المحطة الأخيرة في هذا البرنامج الذي نأمل إن شاء الله أن نلتقي في برامج أخرى عديدة دكتور طبعا نحن نتكلم عن حضارة اليوم حلقتنا عن الحضارة والحضارة الإسلامية والحضارات الغربية نريد أن نتكلم ماذا نعني بالحضارة والبناء الحضاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهلين أجمعين أما بعد حياكم الله يا دكتور وكما تفضلت نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا العمل خالص لوجه الكريم وأن يتجدد إن شاء الله في موضوعات أخرى وموضوعات مفيدة لسادة المشاهدين الحضارة يا دكتور كما يقول كثير من العلماء هي ثمرة جهد الإنسان في بناء حياته المادي وبناء حياته المعنوي يعني في بناء حياته المادي في وسائل العيش وبناء حياته المعنوي في أسلوب هذه الحياة وفي ثقافة هذا الإنسان فهي ثمرة جهود الإنسان في التطور وعندما نعود إلى أقوال العلماء وتعريفاتهم لكلمة الحضارة وهي كثيرة نجد أنها تدل على قضية مهمة جدا يمكن أن نستخلصها من خلال هذه التعريفات وهي أن الحضارة هي عبارة عن تقدم تراكمي وجودي في بناء الإنسان وتقدم تراكمي وجودي في بناء العمران ماذا يعني هذا الكلام؟ التقدم التراكمي أي تراكم أي تقدم المستمر والتراكمي أي تراكم في الخبرات الإنسانية البشرية البشرية جيلاً تلوجيل ثم الوجودي بعد ذلك أي تقدم هذا التراكم بطريقة وجودية ترسخ وجود هذه الأمة في بناء العمران وفي بناء الإنسان لأجل هذا لا يجوز أن تقوم الحضارة على بناء العمران دون بناء الإنسان لا شك وكذلك لا يجوز أن تقوم على بناء الإنسان بدون بناء العمران صحيح فهي لها وجهان الوجه الأول هو التقدم التراكمي الوجودي في بناء الإنسان والتقدم التراكمي الوجودي في بناء العمران لأجل هذا نقول يا دكتور الأمم نوعان الأمم نوعان أمم موجودة وأمم حاضرة الأمم الموجودة هي تلك الأمم التي تحجز حيز جغرافي على وجه هذه البسيطة ولكن ليس لها حضور في حياة الأمم التي حولها ليس لها بصمات وليس لها شهادة وليس لها أي حضور أو اتصال في الأمم التي حولها وإنما هي أمة منكفئة على ذاتها فهذه أمة تعتبر أمة موجودة في هذه الحياة ولكن ليس لها امتداد ليس لها نموذج حضاري لكن الأمم الحاضرة أو الأمم الحضارية هي الأمم الموجودة ولكنها رسخت وجودها بطريقة أصبح لها امتداد وحضور في حياة الأمم الأخرى فتتأثر الأمم الأخرى بها وتكتسب الأمم الأخرى من خبراتها أما يا دكتور بالنسبة لمقاومات البناء الحضاري فهي خمسة مقاومات أو أركان المقاومة الأول الدين مثل ما قال مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة وكثير أيضا من الكتب وذهب إلى هذا القول عدد كبير من العلماء المسلمين وعلماء الغرب أيضا بأن المقاومة الأول هو الدين بينما بعض العلماء الغرب في المفهوم الحضاري استبدلوا مفهوم الدين بالعرق فقالوا بأنه لا يمكن أن يكون مؤهل لبناء الحضارة إلا العرق الأبيض والبعض استبدل الدين بالبيئة أي أن تكون البيئة مهيئة لإقامة حضارة لأنه هناك بعض البيئات مهما حاولنا لا نستطيع أن نحدث فيها نوع من أنواع التقدم لكن دعنا نقول أنه من القضايا التي في شبه اتفاق عليها أن الدين مقاوم من مقاومات البناء الحضاري لكن مع اختلاف في الآراء المقاوم الثاني الإنسان لأن الإنسان هو المحور الأساسي في بناء الحضارة لأنه هو اليد وهو الإرادة وهو الفاعل في بناء هذه الحضارة فعقل الإنسان وفكر الإنسان وإرادة الإنسان هي التي تبني الحضارات المقاوم الثالث يا دكتور الجانب المعنوي في حياة الإنسان والمتمثل بثقافة الإنسان وأسلوب الإنسان في الحياة أفكار الإنسان طريقة تعامل للإنسان موقف الإنسان من الآخر هذا الجانب المعنوي إذا كان جانب راقي ومتقدم فإنه يؤدي إلى بناء جانب حضارة في حياة الإنسان المقوم الرابع الجانب المادي وهو كل ما يشمل التقدم المادي في حياة الإنسان من تقدم وسائل العيش وسائل الإتصالات وسائل المواصلات التقنيات التعليم العمران الطب مسخرات الكون استخراج المعادن هذا كله الجانب المادي يجب أن يكون هناك علاقة بينه وبين الإنسان حتى يستطيع أن يبني الحضارة المقاوم الخامس يا دكتور النموذج الحضاري لأن كل أمة يجب أن تبني نموذجها الحضاري المتمثل بالنظم التي اختارتها للعيش كالنظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وكذلك باقي النظم التي تعيش عليها فقط في إطار هذا السؤال يا دكتور لا يمكن لأمة أن تتقدم حضاريا إلا إذا حققت هذه الأركان الخمسة وإلا إذا انتقلت من مفهوم الدولة إلى مفهوم الأمة فالدولة وحدها يصعب أن تنشئ حضارة إلا إذا انتقلت إلى مفهوم الأمة لأجل هذا الأمة الإسلامية مات سطعت أن تبني حضارة عندما انتقلت أو تجاوزت مفهوم الدولة إلى مفهوم الأمة صحيح يعني الفترة الأولى التي كانت فيها يعني القرن الأول يعني كان قرن انتشار إسلام نعم القرن الثاني كان قرن الترجمات القرن الثالث كان قرن الإطلاع على ما عند الأمم الأخرى من علوم القرن الرابع هو قرن الحضارة الإسلامية والذلك يقول أدم ميتس أن القرن الرابع هو قرن الحضارة الإسلامية بلا مناسب طيب دكتور ما هو أثر الدين في بناء الحضارات نعم أثر الدين أنت ذكرت أنه اليوم الدين يعتبر عنصر أساسي نعم في مقومات هناك اختلافات وآراء تضبط لكن الدين مؤثر أساسي في بناء الحضارة ولكن يا دكتور إما أن يؤثر الدين في بناء الحضارة تأثير إيجابي وإما أن يؤثر في بناء الحضارة تأثير سلبي جدا ويكون سبب من أسباب انهيار الحضارة مثل حضارات البائدة التي تحدث عنها القرآن الكريم إذا كان الدين يحمل مقومات حضارية ويتوافق مع فطرة الإنسان وقيم الإنسان العليا وهذا الدين يحمل نظم قادرة على أن تنشئ حياة إنسانية حضارية فإن الدين سيكون من أكبر مقومات التي تؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا في بناء الحضارة بل وتدفع الأمة إلى بناء الحضارة جميل أما إذا كان الدين يحمل مقومات تتعارض مع فطرة الإنسان أو مقومات لا إنسانية أو قيم مغلقة أو قيم عنصرية وفيها نوع من الخصوصية أو فيها نوع من العدائية واحتقار الآخر فإن الدين سيكون سبب من أسباب انهيار هذه الحضارة فيما لو استطعت هذه الأمة أن تبني حضارتها على هذا الدين هو عمليا ما فيه دكتور يعني غير الإسلام أنا كما أعرف يعني أن الإسلام هو الوحيد لبنى الحضارة على أساس ديني هل اليهودية مثلا نعم بنت حضارة على أساس ديني وهذا هو طبعا السؤال هل تحتوي اليهودية على مقومات للبناء الحضاري أو هل تمكن اليهود من بناء حضارة على مرة التاريخ دكتور نعم الجواب السريعي دكتور لم يستطع اليهود إطلاقا بشكل نهائي أن يبنوا حضارة يهودية أو حضارة حتى مدنية على مدى تاريخهم الطويل جوستاف لوبون كتب كتاب اسم اليهود في تاريخ الحضارات القديمة أول ديورانت أفرد في قصة الحضارة مجلد خاص بعنوان أو يتحدث عن اليهود في تاريخ الحضارات القديمة جوستاف لوبون في كتابه هذا المهم يقول بأن إسهام اليهود في الحضارة صفر جوستاف لوبون نعم يقول في بداية هذا الكتاب في بداية هذا الكتاب أن إسهام اليهود في الحضارة صفر لماذا؟ ما السبب؟ طبعا هذا الكتاب كان يدور حول هذه التعليل ويقول أيضا في هذا الكتاب بأن اليهود لم يستطعوا على مدى تاريخهم الطويل والتحولات التاريخية التي دارت عليهم في هذا التاريخ الطويل أن يكون لهم ما يسمى بالفنون اليهودية العمران اليهودي الأدب اليهودي فلم يستطيعوا بناء أسلوب حياة يهودي خاص لعدة أسباب السبب الأول العقيدة اليهودية العقيدة اليهودية دكتور عقيدة مغلقة وعقيدة خاصة وعقيدة تجعل اليهودي دائما يعيش في قيتو مكاني يحجز نفسه في قيتو مكاني وشعوري أيضا وقيتو نفسي شعوري فهو لا يستطيع أن يتفاعل أو يصل إلى الآخر فهو يمثل دائما حالة الوجود لكنه لا يستطيع أن ينقل هذا الوجود إلى الحضور في حياة الأمم الأخرى لأجل هذا يقول جوستاف لوبون أن اليهود على مدى تاريخهم لم يؤثروا في أمة من الأمم بشيء على الإطلاق وأن تأثيرهم في الأمم صفر وإنما كان تأثير اليهود بالنسبة تأثير اليهود بالأمم التي عاشوا حولها تقريبا مئة بالمئة تبدو ترسلوا تابعنا حقيقة حديثنا بعد الفاصل القصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم لمتابعة هذا النقاش الأديان وأثرها في البناء الحضاري فابقوا معنا أعزائي المشاهدين عدنا إليكم لاستئناف ما تبقى من حلقتنا دكتور قبل الفاصل تكلمنا عن مقومات البناء الحضاري في الديانة اليهودية وأنه هل تمكن اليهود من بناء حضارة على مر التاريخ؟ وأنت طمعا كنت تتكلم في هذا الجانب وذكرت ما قاله جوستاف لوبون وأنهم لم يبنوا حضارة أنه إسهامهم صفر في بناء الحضارة نريد حقيقة أن نواصل هل في عندك أيضا إضافات على هذا الجانب؟ نعم جوستاف لوبون أيضا يقول في هذا كتاب دكتور بأن التاريخ اليهودي وكتاب التاريخ اليهودي ويقصد بذلك التوراة والعهد القديم يعني كل ملحقات التوراة أنها لا تؤرخ وكأنها تؤرخ إلى جماعة همجية وحشية علاقتها مع الأمم علاقة صراعية وهو محق في ذلك لأن التوراة لا تؤرخ لأي قيم حضارية على الإطلاق وإنما تؤرخ لقيم إلها علاقة بالصراع مع الآخر أيضا له كتاب آخر اسمه حضارة العرب في هذا الكتاب عقد صلة مع كتابه اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ويقول أنه إذا أردنا أن نقارن حتى العرب في أيام الجاهلية أن نقارنهم باليهود فهذا يعد إهانة للعرب إلى هذا الحد إلى هذا الحد يقول هذا بالحرف يقول هذا يعد إهانة للعرب لأن العرب حتى في جاهليتهم كانوا يتصفون بالنخوة كان لديهم المروء الشجاعة كان عندهم صفات الكرم كان عندهم صفات صفات قد تؤهلهم لأجل هذا لما جاءهم الإسلام سرعان ما استطاعوا أن يبنوا حضارة لكن اليهود يتصفون بصفات لا يمكن أن تؤهل شعب يتصف بهذه الصفات كالجبن والخبث والغدر والصفات التي بثها القرآن الكريم والتي درست عن هؤلاء اليهود وحتى الاعتداء في مسألة الحرب وحتى قضايا كثيرة جدا وحتى رؤية اليهود للعالم هذه قضايا منعت اليهود حقيقة من تكوين حضارة أضف إلى ذلك دكتور رؤيتهم للعالم رؤية اليهود للعالم رؤية أخروية لأجل هذا تجد الكنس اليهودية كما ذكرنا في بعض الحلقات إما قبلتها للقدس وإما قبلتها للغرب لجهة الغرب لماذا لجهة الغرب؟ لأنهم لا ينظرون إلى الحياة منذ نشأتها أو لا ينظرون إلى الحاضر وإنما ينظرون إلى النهاية والخاتمة وحكم العالم فهم يعيشون في كل مكان في غربة وجودية ويعيشون في كل مكان حالة مؤقتة لأجل هذا تجد أن قبلتهم دائما للغرب لأنهم لا ينظرون إلى اليوم الذي يعيشون فيه وأنهم ينظرون إلى اليوم الذي سيأتي وسيسيطرون فيه على هذه الأمم وعلى هذه ويحكموها وعلى هذه الشعوب ويحكموها لأجل هذا تجد أنهم يهتمون جدا بالأحداث المأساوية في عياتهم ويهتمون جدا بالماضي أكثر من اهتمامهم بالحاضر والمستقبل أضف إلى ذلك يا دكتور أن جوستاف لوبون وحتى والدورانت في الجزء الذي خصصه لليهود في تاريخ الحضارات القديمة أو الأخرى في كتابه الكبير قصة الحضارة اتفق في هذين الكتابين على أن اليهود تأثروا بالأمم الأخرى بأخس ما في هذه الأمم ومنها المهن فكانوا في العصول الأوروبية كانوا يمتهنون في مهن ضعيفة حتى ومهن اجتماعيا مستواها ضعيف جدا الله يعزكم كصناعة الأحذية كتصليح الأحذية خياطة بعض القضايا صناعة الخمور البخاء الريبة وهذه قضايا كانت حتى نفس الإنسان الأوروبي في القرون الوسطى تأنف منها لأجل هذا يقول بأن حتى هذه الصناعات والزراعة والصناعة كانوا تعلموها حتى من الأمم الأخرى ولم يبتدعوها من عندي أنفسهم لأجل هذا حكم عليهم جوستاف لوبون وحكم عليهم أيضا والدورانت بأن ناتجهم أو تقديمهم للحضارة صفر صفر جميل لم يستطعوا أن يقدموا للأمم أو شعوب أي شيء أضف إلى ذلك موقفهم من العلم لا تجد نصا واحدا في التوراة يحث على العلم وتجد بعض النصوص تحث على الحكمة ولكن موقفهم من العلم موقف ضعيف جدا وموقف سلبي والعلم المعتبر عند اليهود هو العلم بالدين والعلم العلم بالتوراة والعلم بالدين والتلمود يعني علم أخصص في الدين فقط نعم العلم الديني لأجل هذا تجد هناك صراع شديد جدا ومحموم بين الاتجاهات الدينية اليهودية الاتجاهات المتدينة الأصولية والاتجاهات العلمانية في موقفهم من العلم لأن الأصوليين اليهود يحرمون على أبنائهم أن يتعلموا أي شيء غير علم الدين ويعتقدون أن هذا حرام متى بدأ اليهود بالتعليم؟ في حصر النهضة الأوروبية في القرن الثامن عشر عندما جاء موسى ماندلسون واستطاع أنشأ حركة التنوير الأوروب اليهودي تسمى الهسكلا واستطاع أن يخرج بعض اليهود الشباب من القيتو واستطاع بعد ذلك أن يخرجهم من هذا القيتو النفس الذي يعيشون فيه وجعلهم يمارسون حقهم في المواطنة والتعليم وبعد ذلك بدأوا يتوجهوا نحو العلم التجريبي ثم اطلوا بعد ذلك عند تأسيس دولة إسرائيل طيب دكتور نحن بعجالة هل نستطيع أن نقول أيضا أن المسيحية تحتوي على مقومات البناء الحضاري؟ أو هل تمكن المسيحيون عبر تاريخيا من بناء حضارة قائمة على قيم الديانة المسيحية؟ نعم من يطالع دكتور العهد القديم اللي هو الأناجيل ومرحقاتها يجد أن القيم الحضارية أيضا فيها غائبة بشكل ملحوظ لأن أكثر شيء اهتمت فيه هذه الكتب طبيعة المسيح وإصلاح باطن الإنسان وأخلاق الإنسان لكنها لم تهتم بالحياة المدية يعني بمعنى آخر دكتور لم تهتم بمفهوم العمران لم تهتم بمفهوم العمران على الإطلاق وإنما اهتمت بإصلاح باطن الإنسان لأجل هذا تجد أنها حرمت الثراء حرمت الغناء حرمت اتجاه الإنسان إلى الدنيا لم توازن بين حاجات الإنسان الباطنية وحاجات الإنسان الظاهرية لكن دكتور دعني أقول بأن تأثير المسيحية في القرون الوسطى على الشعوب الأوروبية كان تأثير كارثي وهذا أمر معروف ومبثوث في الكتب صحي عندما استطاعت الكنيسة أن تسيطر عشرة قرون على الشعوب الأوروبية أعدمت مفهوم الحضارة في حياتهم وكانت سببا أساسيا من أسباب التخلف الشديد في الأمة المسيحية أو الأمم المسيحية في أوروبا ومعروف الكنيسة كيف تصرفت مع هذه الشعوب وكيف أنها حرمت العلم عليهم حرمت عليهم حرمت العلماء حرمت العلماء حرمت العلماء أحرقت بعض العلماء على أبواب المدن صحي متى بدأت شعوب المسيحية تنهض بعد عصر النهضة بعد أن تحررت من سلطة الكنيسة وتحررت من الدين لأجل هذا نتج هنا ردت فعل معاكسة وسلبية من الدين لدى كثير من الأمم المسيحية بالذات في أوروبا أيام التقدم الحضاري وكأنهم توصلوا إلى أن التقدم الحضاري هذا كان السبب الأساسي في تحررهم من الكنيسة وتحررهم من الدين لأن الكنيسة لم تستطع حتى بعد عصور النهضة أن توفق بين الدين والعلم والدين والتقدم الحضاري لأجل هذا اشتدت الشعوب المسيحية في الابتعاد عن الدين واشتدت في العلمانية وفصل الدين عن الحياة لأنهم اعتقدوا أن الدين هو سبب من أسباب التأخر الحضاري جميل طيب أحبابنا الآن أن نصل إلى الكلام عن الإسلام نعم ما هو أثر الإسلام في البناء الحضاري وكيف تمكن المسلمون من إقامة حضارة إسلامية في ضوء قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة نعم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة الدلة البناء الحضاري الإسلامي موجودة في الواقع أكثر مما هي موجودة في الكتب ودعني أقول يا دكتور أن الأمة الوحيدة التي استطاعت أن تبني حضارة على أسس دينية حقيقية ليس أسس مادية أو أسس دنيوية أو حياتية هي الأمة الإسلامية والأمة الإسلامية أو الدين الإسلامي هو الدين الوحيد والأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي لم تحدث للبشرية أزمة في تاريخها اليهود أحدثوا عدة أزمات في تاريخ البشرية الأمة المسيحية والمسيحية أحدثت أزمة في تاريخ المسيحي نفسه وأحدثت أزمات لدى الأمم والشعوب الأخرى الإسلام عندما جاء وبنى حضارة قوية لم يبني هذه الحضارة لأجل التسلط على الأمم أو لأجل قهر هذه الأمم أو إجبارها على الدخول في الإسلام وإنما لأجل هدايتها وتخلصها من عبادة المخلوق إلى عبادة خالق لماذا استطاع الإسلام أن يكون الشعلة التي أوقدت أو أضاءت المفهوم الحضاري في حياة المسلمين لأن الإسلام راعة بين الجوانب المادية والمعنوية والإسلام راعة توافق الفطري مع الإنسان يعني من الأسباب التي لم تجعل المسيحية قادرة على بناء حضارة حقيقية مسيحية بالمفهوم المسيحي يعني الحضارة الغربية اليوم تبنت قيم أخرى غير قيم الديانة المسيحية صحيح لكن الحضارة الإسلامية تبنت قيم الإسلام لأن قيم الإسلام متوافقة مع فطرة الإنسان ولأنها متوافقة مع مفهوم العمران ومتوافقة مع مفهوم التقدم المادي للإنسان والتقدم المعنوي للإنسان وتقدم أسلوب الحياة الإسلام اهتم برقي الإنسان واهتم بعمران الإنسان للحياة لم يوجه الإنسان لأن يعيش في زاوية متعبد دون أن يعمل ودون أن يتوجه إلى هذه الحياة لأجل هذا موقف الإسلام من العلم موقف حقيقة استثنائي بين اليهودية والمسيحية حتى المسيحية موقفها من العلم موقف ضعيف جدا وموقف اليهودية موقف أيضا ضعيف جدا وأضعف ولكن الإسلام والقرآن صار بين العلم الديني والعلم التجريبي والعلم بمسخرات هذا الكون وبما هو موجود في هذا الكون وفي هذا الطبيعة بشكل متوازي هو صحيح دكتور حتى موضوع من يقرأ القرآن ويقرأ آيات القرآن يعني يجد أن آيات العلم في القرآن كلها تصل إلى ألف آية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق نعم يعني أول آية في الأول آية نزلة على الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعدين القسم بأدوات الكتابة نون والقلم وما يسطرون إذن حقيقة الإسلام يعني أعطى العلم هل يستوى الذين يعلمون نعم والذين يعلمون لم يتعارض مع العلم إطلاقا ولم يقصر العلم في حياة الإنسان على العلم الديني وإنما وفق بين العلم الديني والعلم الدنيوي صحيح أختم يا دكتور بالسؤال أو بالإجابة على جزء الثاني من سؤالك بدقيقة الله سبحانه وتعالى عندما قال وَكِذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَطَةَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُهُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بعض العلماء المفسرين يقولون أن الأمة الإسلامية هي التي تشهد على باقي الأمم أنهم آمنوا أو لم يؤمنوا طيب إذا كانت هذه الأمة ستشهد على باقي الأمم هل يمكن أن تشهد بعلم الغيب؟ لا طبعا طيب إذن ماذا تعني شهادة للأمة الإسلامية؟ الشهادة للأمة الإسلامية أي الحضارة أي الحضارة أي الحضارة يجب أن تنتقل هذه الأمة الإسلامية من حالة الوجود إلى حالة الحضارة جميل مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول ذلك وكأن الله يقول ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي متوسطة مكانيا ومعنويا ليس مكانيا أنها وسط الجغراف لا ولكن معنويا وماديا وفي كل معاني الوسطية والقيم الوسطية في حياة كل هذه الأمة مشعوب لتكونوا شهداء على الناس أي تكونوا متفاعلين متحاورين متعايشين مع هؤلاء ناس تكونوا سبب لهدايتهم وأنتم بذاتكم تنتقلون من حالة الوجود لا يجوز للمسلم أن يعيش حالة الوجود المجرد يجب أن ينتقل إلى حالة الحضارة والقدور في حياة غيره كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد نبي موجود في حياة المسلمين وإنما كان نبي حاضر في حياتهم فلم يترك شيء في حياتهم إلا نبينه ونفذ أمر الله سبحانه وتعالى فيه لأجل هذا بعض العلماء قالوا أن الحضارة الحقيقية يمكن للأمم مشعوب أن تبني حضارات ومفهوم الحضارة مفهوم محايد يمكن أن تبني حضارات ولكن الحضارة الحقيقية التي يمكن أن تستمر ومتوافقة مع فطرة الإنسان وقيم الإنسان هي الحضارة الإسلامية لماذا؟ لأنها الحضارة الوحيدة التي تمكنت من بناء الحضارة على أسس دينية ولأنها الحضارة الوحيدة التي الأسس الدينية فيها متفقة تماما مع قيم القيم الإنسانية والفطرة الإنسانية ومتفقة مع التقدم العلمي في حياة الإنسان ومتوافقة محاجيات الإنسان لأجل هذا نجد أن المسلمين أبدعوا فنون وأبدعوا أداب خاصة يمكن أن نتحدث عن الفن الإسلامي والأدب الإسلامي والشعر الإسلامي ونتحدث عن العلم الإسلامي لكن لا يمكن أن نتحدث عن الأدب اليهودي والفن اليهودي والشعر اليهودي يعني ذكرتني بقول إخبار الدكتور ونختم فيها عندما ذهب إلى الأندلس ورأى الآثار الإسلامية في الأندلس والحضارة الإسلامية قال هذا أكبر متحف يعني في الهواء الطلق للحضارة الإسلامية متحف عندما تروح طليطلة وقرطبة وإشبيلية وتزور هذه المناطق فعلا أنت تقف أسبانيا اليوم جزء كبير من دخلها على السياحة من الحضارة على الحضارة الإسلامية لأجل هذا الدكتور محمد قوسفلوبون في كتابه حضارة العرب يقول كنت أتمنى لو أن العرب استطاعوا أن يسيطروا على أمم العالم جميل دكتور حقيقة في ختام هذه الحلقة يتوجه بالشكر الجزيل للدكتور على هيلات ونخلص من هذه الحلقات من هذه الحلقات التي قدمناها في هذا البرنامج إلى أن تفاعل الإنسان مع الدين واهتمام به وخضوعه له لأن هذا الدين يقدم له ما عجزت كل المؤسسات أو الأفكار أو النظريات عن أدائها ولذلك يعتبر الدين ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية فهو يتسنم سلم هذه الضروريات وهو يعلو قمة الهرم فيها ولعل إشباح حاجات الإنسان الروحية وتحقيق أشواقه الوجدانية هي من أبرز وأهم الوظائف التي يؤديها الدين في حياة الإنسان فبه تسمو النفس وترتقي الروح ويتهذب الوجدان ومن خلاله يدرك الإنسان فلسفة الحياة ويعرف قيمتها فالدين هو الذي يقدم للإنسان الإجابات المريحة لكل ما يدور في ذهنه وما يجول في خاطره من تساؤلات متعلقة بهذه الحياة وعن دوره فيها وعن مآله ومصيره بعد انتهاية وهذا بدوره يريح الإنسان ويخفف عنه عناء الحياة وصعوباتها ويجعله يشعر بالسكينة والاستقرار فيتصالح مع الوجود ويشعر بالانسجام والاتساق فالدين ليس مجرد كم من الأعباء والتكاليف التي تثقل كاهل الإنسان وتلحق به المشقة والعنت بل هو غذاء للروح وإشباع للوجدان وإرضاء للضمير لا يستغني عنه المر كما لا يستغني عن طعامه وشرابه وجميع مستلزماته وإن تحقيق الدين لهذه الحاجات الفطرية في نفس الإنسان له أمر تابع وناتج عن طبيعة الدين وعقائده وتعاليمه ومد ارتباطه بالوحي الإلهي وبالحق والفطرة والقيم العليا الإنسانية فالدين إما أن يغني الإنسان ويرسخ وجوده في هذه الحياة بصورة إيجابية وراقية وإما أن يتسبب بنزع قيمه الإنسانية ويكون سببا في شقائه في الدنيا والآخرة فالبحث في الأديان يتجاوز الحدود الجغرافية والإنسانية ولكن من الواجب أن يكون بحثا عن الحقيقة وبذلك نكون مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقات برنامجكم الإنسان والأديان والتي نأمل أن تكون قد نالت رضاكم وإلى أن نسعد بكم في موضوعات جديدة إن شاء الله حتى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته شكرا لكم على حسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية لنستكشف كيفية تأثير الأديان في حياة البشر وكيف يؤثر الإنسان بدوره في تشكيل تجاربه الروحية ترجمة نانسي قنقر